بعض الأخطاء التي تقع في الدعاء الأول أن يشتمل شيء من التوسلات الشركية أو البداعية الثان الدعاء بما هو مستحيل أو بما هو ممتنع أقلاً أو عادةً أو شرعاً الثالث أن يدعو على الأهل والأموال والنفس الرابع الدعاء بالإثم كأن يدعو على شخص أن يبتلى بالمعصي الخامس الدعاء بقطيعة الرحم السادس الدعاء بانتشار المعصي السابع ترك الأدب في الدعاء الثامن عدم الاهتمام باختيار أسماء الله أو صفاته المناسبة عند الدعاء التاسع اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء العاشر دعاء الله بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة الحادي عشر المبالغة في رفع الصوت الثاني عشر تصنع البكاء ورفع الصوت هذه الأخطاء مما راجعها وصححها شيخ عبد الله الجبرين حفظه الله